نظمت مدرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية الركابية الجديدة التابعة لمركز كفر البطيق بمحافظة دمياط وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة وخلال القافلة تم توقيع الكشف الطبيع على المواطنين بالإضافة إلى تحويل الحالات المستحقة لتلقي العلاج بالمستشفيات وانهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وإجراء تحليل معملية وأشعار عادية وموجات صوتية موجودين النهاردة في القافلة 12 عيادة خصوصية موجود معنا كمان معمل متكامل في أكتر من 40 تحليل معنا كمان صيدلية متكاملة تم إمدادها بالأدوية اللي بتغطي تخصوصاته الطبية معنا في القافلة كمان خدمات مرافقة زي الأشعة والكشف المبكر الكشف المبكر المسته إن أنا بكشف عن المريض لو هو عنده مرض من الأمراض المزمنة سواء الضغط والسكر فباخد المريض من بداية الكشف ليه فده بيساعدني بعد كده إن المريض حالته ما تدهورش أو تسوق أو كده نشكر السيد الرئيس إن بعت لنا القافلة ديتي ومشكرين للقائمين عليه جينا كشفنا في القافلة الطبية قافلة الطبية ديت الحمد لله بالنسبة للركبية الجديدة أول مرة تيجي قافلة طبية زي دي بلد ما فيش فيها لا وحدة صحية ولا صيدليات جينا كشفنا وخدنا عليك كويس الحمد لله كان في قلبها جميع التخصصات نشكر السيد الرئيس ونشكر السادة العاملين عليه أنا جيت هنا قافلة طبية كشفت وادونا عليك كويس وتعاملوا معنا معاملة كويسة ومشاء الله الله يبرك لهم يا ربي ناس كويسين ويا ربي يكررون الزيارة دي مرة تاني ترجمة نانسي قنقر